بمناسبة مباراة الزمالك وفارقه يا جماعة فكرة ان احنا نتعامل طول الوقت ببعد شديد جداً عن المنطق في كل حاجة دي بقت حاجة مستفزة والحاجة السهلة بقى نتصعبها والحاجة البسيطة المنطقية بنخليها عجيبة وغريبة نهاردة مراقب الماتش دي معلوماتنا هنا في رقم عشر قال دي إداري الفريقين الزمالك وفارقه مع نهاية المباراة قال لهم والله لو الزمالك كسب المباراة جايزة رجل المباراة أفضل لاعب في المباراة هتروح لزيزو لكن لو المباراة خلص التعادل أو فارقه كسب فالجايزة هتروح لجيفيرسون إنكادا المباراة خلص التعادل فمن اللي خد الجايزة؟ جيفيرسون إنكادا لعب مميز جدا وعمل مباراة جيدا جدا بصراحة النهاردة جدا بس ده مش التقييم يا جماعة مش معنى إنه الفرق الفريق الأضعف تلع بنتيجة إيجابية فلعب من عنده بالضرورة هو اللي ياخد جايزة أفضل لاعب في المباراة ده مش منطق ده يا جماعة ولا معايير ولا أي حاجة ولا أي حاجة طيب كريم أنت عايز زيزو هو اللي ياخد الجايزة يعني لأ أنا مش عايز زيزو اللي ياخد الجايزة أنا عايز لما تيجي تختار أفضل لاعب معايير بأرقام بتفاصيل في المباراة مش بالحب كده مش باللزازة مش بالفهلاوة واللي بأي حاجة يا أنت تعال أقوليك الأرقام النهاردة هتلاقي بس نزيزو متفاق جدا 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 في الأرقام متفاق واضح يعني مش قريب زيزو النهاردة مسجل هدف لمس الكرة 75 مرة عمل تمريرات مفتاحية 10 مرات تمريرات مفتاحية دي 10 مرات دي اللي هي كي باصل دي اللي هي ايه التمريرات اللي بتعمل فرص خطيرة 10 مرات عمل 8 عرضيات صحيحة كل دي أرقام كبيرة جدا للعب في المباراة واحدة تزداده على المرمة 2 تدخلاته النكحة 4 وما قطعش الكرة ولا مرة تعال بص على إنكادة إنكادة ما سجلش أي هدف لمس الكرة 59 مرة تمريرات مفتاحية لا شيء عرضيات صحيحة لا شيء تزدادها المرمة لا شيء تدخلات نكحة 5 قطع الكرة لا شيء ايه؟ بجد والله انت بتختار أفضل لاعب على أساس ايه؟ دي حاجة مقررة يعني تكرر كتير يعني